السلام عليكم من الفيديو الستاشر بديواتي المبيلرز وهنتكلم فيه عن تحويل الـ NFA عن طريق الـ algorithm اسمه Thompson Construction Thompson Construction بيحاول يكون بسيط وقالي قدر الان كان يعني فلو مسلا لو انت عايز تعمل الـ حيث الـ نفترض النوع كلاكتر واحد دلوقتي هتلاقي انت في العادي خالص هتعمل start state وبعدين RTE وبعدين تعمل accept state وتفضل على كده هذا كده برضو ده الحاجة البداية خالص تفضل زي ما هي طيب وانت عايز تعمل R S ده regular exhibition ده regular exhibition تاني ممكن تسترى انه مكتر زي برضو آآ لو احنا في العادي هنعمل كده بعدين R وبعدين S وبعدين نوصل الـ بقى بيقولك لو تماشي كده بيقولك ايه بيقولك تعمل الـ لوحدها زي ما هي كانت زي ما كانت وتعمل الـ الـ كأنها برضو مستقل لوحده كده الـ وكده الـ وبعدين تربطهم ببعض تربطهم ببعض عن طريق انك مش مسموح لك تغير اي حاجة غير غير في الـ اللي انت هتعمله كله انك هتمشي كده عادي لقى دي أول حاجة هتشيل ما بقاش اصلا انت عايز دلوقتي هتشيل الدايرة التانية هتبقى عاملة كده وهدين التانية تانية برضو ترسمها زي ما هي انت هي النهاية في دي لسه لما توصل وتوصل بين دي ودي طبعا معنى ان دي هي نفسها دي انت ما عادش اي حاجة عشان توصل الى هنا بس هو بيقولك برضو ما تلزقهمش في بعض عشان تبقي التغييرات اللي بتحصل اقل ما يمكن طبعا بيسمحك بس انك تغير في السهم اللي طالع من اللي هي في الاول متلزقش الستارت دي في في دي وما ينفعش تلغي اي طيب لو عندك مسلا برضو عندك الار موجودة عندك حاجة جاهزة من الاول زي ما كانت ادي والاس برضو نفس الكلام موجودة بيقولك عايز تعمل فهو مجددا بيقولك برضو ما تغيرش في الحاجات على قد ما تقدر يعني وهتغير بس في هتعمل عشان تحقق هتعمل كده هتشيل برضو الدايرة اللي فيها كده الار وهي دي كده الاس والاتنين دول يروحوا دي وفي ناس الوقت طبعا فيه في الاول هنا التانية من الجديد نفس الكلام فوق الحترية كده في لسة جديدة رايحة لار ار اس وبالتالي ده بيفسر ليه عندك جوه دا يريتين ان هو اصلا عايز يتعامل مع دك كأنه صندوق كده على بعضه من غير ما يغير فيه هتلاقي ان من رغب ان انت ممكن تقول ايه ايه لازمة وبعدين تحط ار لوحدها وعايز يبقي التغييرات اقل اقل حاجة ممكن نفس الكلام هنا ممكن تعتبر كأن ده صندوق كده او لسا قد تعتبر صندوق ما غيرتوش ما غيرتش فيه حاجة غير في ونفس الكلام ده كده صندوق كده ما غيرتش فيه بس ضفت جديدة اللي هو الاس على بعضه هنا في من الاول ومن الاخير بعد كده لو عندك الار برضو موجود وعايز تعمل داخل الار العادي وعايز تعمل آآ ار ستار برضو عايز تبقي التغييرات دي أقل ما يمكن نفس الكلام الحاجة اللي ينفع تغير فيها في الار او في الصندوق هو هتعمل ايه هتشيل دي وبرضو هتعمل تروح الاخيرة اللي هي بعد التعديل وبرضو هتعمل وتعمل جديدة للجديد يعني وبعدين تشوفها هتحقق بالزي انت عايز فالار ممكن تتكرر وانت مسمح لك تضيف سهوم جديدة على القديمة فهي دي القديمة تقدر تضيف هنا وانت ممكن تحط هنا اراد بس هو برضو عايز يخلي المضوع آآ ابسط ما يمكن فبالتالي حط قاعدة تانية انه بيقول لك ما ينفعش يعني لو في استيت واحدة طالع منها سهمين لازم يكون السهمين دول ما ينفعش وهو قالك ما تجيش هنا وتحط كده وتقول انا احط في حسن اول اي ار تجيلي تفضل في نفس الستيت قالك لا لو انت عندك استيت وطالع منها اكتر من سه لازم السهمين اللي طرعين يكون اتنين فبالتالي طبعا القاعدة دي انت ما ينفعش تحط بالشكلة لازم تحط ترجع بقى ايه تعيد كده فبرضو انت كده ار 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 فلا كده مضبوط طيب كده انت عملت ايه عملت ار بلس لان كده لازم في ار واحدة على الاقل هتيجي عشان تعمل الستار اللي هي فيها ممكن تبقى فيها ابسلون هتحط برضو ابسلون تانية من هنا لهنا وبرضو هتلاحظ ان الستيت دي طرع منها اتنين سهمين فالتنين لازم يكون ودي طبع منها اتنين فالتنين فالتنين فالكترات ده كده تعبير عن هو بالشكل ده طيب بضافة بقى للاضافة اللي قاعد يسمون تقول لان انت ما ينفعش تغير غير في الاقسلين الاقديمة وان لو في سهمين طلعين لازم سهمين يكون قاعدة تالتة بتقولك ان ما ينفعش اصلا ابتر من سهمين يطلعوا هو سهمين ما ينفعش تعمل ما ينفعش ترد سهم يطلعوا من نفس فعلى سبيل المسال اللي انت عايز تعمل حيث مجددا حيث مجددا مش لازم يكون الكاراكتر زي ممكن يكون اي اي انت كونته وعندك الستارت بتاعته وهنا بقى اي كلام في النص مهما كان عنده الاستيس مش مهم مش مهم ما عادتها حاجة مهم ان في الاخر جمعت بلوك على بعضه وسميته بداي بلوك ار ار دي لوحدها ممكن تكون هي نفسها اي بي سي دي اي 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 حاجة ثانية بس مهم انت عندك الستارت واجهزة خلاص الار وانت عايز تركبها على الاس او على التي بس للتسهيل برضو نفترض ان هي الكاراكتر بس هي مش لازم كاراكتر بس هنا طيب انت عندك دلوقتي الار لوحدها برضو هترسم كل واحدة لوحدهم كل الواحده ادي كده الار انت تنسيقها بالزبط بقى هيبقى البقين ادي اس ادي تي برضو احنا قلنا ان احنا هننشيل عشان عشان نعمل كله هنشيل مسلا يعني لو خلينا كده شوية احنا نعمله في الاول كل مرة اللي احنا ناخد نخلي التالت دول كده طلعين من من الجديدة كده احنا نبقى خلينا بالقاعدة كده بقى في تلات تلات حاجات طلع من نفس وده ما ينفعش نحن لازم نكونه بسلوب تاني السلوب التاني اللي هنعمله بقى ان احنا هناخد ايه ناخد الار ار اس لوحدهم الاول مع بعض وبعدين نعملهم ار معتين هتلاقي ان الار ار اس هم اللي اتنين طلعين من بتاعته هنا ار اس وكده الاس فداخل ان اتعتبر ده كده هو صندوق الجديد صندوق الجديد عبارة عن كل كمان ده يعني ان اللي انت عايز تعمله ار مع تي طب عشان تعمله ار مع تي بتعمل ايه برضو هتشيل هتغير بتاعته اتطلع منها انا هترسم هترسم الاول اهو كده دي العادية بتاعت التيل واحده الاسبتين سيت تاعت التيل انت هتشيل هنا وشيل هنا وتوصل الناتج بتاعهم هم الاتنين الجديدة عن طريق هنا وهنا وتاخد الستارت سيت بتاعت الاكسيبرشن اللي فوق كله مع الستارت سيت ده وتعمل لهم استارت سيت جديدة وبردو ابسلون فرانزشن فبالشكل ده بقى برضو الستي دي طالع منها اتنين ابسل ترانزشن بس ومفيش ومفيش اه بروجة عن القاعدة ايه ودي هي الستارت سيت بتاعت الاكسيبرشن كله فبس كده الفيديو جاي باش هيتامثلة برضو على اه 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 اتطلع تومسون كونستراكشن